لأنه الآن موتسيبي بالمناسبة أخته زوجة أخته زوجة تحدث الرئيس طبعا رئيس جنوب إفريقيا هل الأمور هذه متغيرة مقارنة مكتب؟ أكتم الأشياء طيال تشوف حكيم تكلموا بكلمات بسيطة ليفهمها الجماعة اليوم موتسيبي يعني الورقة التي خلاته اليوم يقدر يسيطر على هذه الكونفيدرالية أنه رجل أعمال غني عنده أموال كبيرة عنده طائرة خاصة اليوم إنساني ما تقدرش تأثر عليه بالأموال عكس كل الرؤساء لمكاش شو عكس حياته عكس أحمد أحمد يا حقيقة لأنه شوف كاف كل حياتها ما هازلت أنا شوف أنا بسك مو منيك دائما ما نقوله أنت تحب لي رمكو أنا نحب نمشي كما يقوله 8 ساعة على طول يعني مباشرة ثم أنا نمشي شوف الكاف مش ديبلوماسية كين لوبيات تع أموال كل الرؤساء الفيدرالية الإفريقية كانوا يشتروا بالأموال اللي كان يصوتوا على تنظيم تظاهرة ولا يعني باش تدخل إلى اللجنة التنفيذية قلوها يعني اليوم لوبيات كبيرة حتى في الفيفا حتى في يعني في كل المنظمات الدولية الرياضية الكبيرة اليوم كين لوبيات أموال كين لوبيات جميلة يعني مصالح النظرة اليوم سمحني حاكيم واش ليخلى اليوم يعني الجامعة المغربية تتقلق أنه هو وجود تقريبا كثير من الرؤساء الفيدراليات الإفريقية في الجزائر هذا واش خلى اليوم يعني ولو يعني مخايفين لأن اليوم المنشآت حاضرة الجزائر عندها ملف قوي اليوم الناس رهي تشوف بأعينها ليس ملفات وهمية هل أزحجت تزحج الجزائر مثلا بهذا؟